اشتركوا في القناة اهلا فيك الله يحفظك كنت عم تقلنا قبل شوي انه المشروع ما بيكون لمحاضرة ولا شعار شو يعني مشروع مشروع هلا المقصود انه مشروع انقاذ البلد من هذه الازمة اللي احنا فيها كنت انت كمان عم تقلي شو الحل قبل الحل فيه التشخيص الحقيقي للمشكلة مش هلا اللي منسمعه من فلان وفلان يعني كما هلا دايرة قصت مسخرت انتخابات رئاسة الجمهورية ما هي حقيقة الازمة احدا بيحكي عنا متل ما قلتلك طبيب الشاطر مش اللي بيعرف يوصف الدواء طبيب الشاطر هو اللي بيعرف يشخص المرض شو المرض اللي احنا فيه في جانب منه حكيت عنه كتير هي ازمة النظام الطائفة من الالفة من مئة وستين ديليوم بالالفة من مئة وستين انرسمت قواعده اللي ما حدا زيح عنا وبالتالي كانت الدولة بلوبنان او ما يسمى الدولة قيمة على توازنات خارجية ما عندها خيارات ما بتقدر تملك خيارات بالقضايا الاساسية اللي هي وظيفة الدولة يعني السياسة الاقتصادية يلي هلأ كتير منحس بحاجة لانه الازمة الاقتصادية خانقة السياسة الدفاعية يعني كل مرة نسمع حفلة زجل عن السياسة الدفاعية وكله كذب إلى آخر السياسة الخارجية سو اجعل نظام سياسة ما عنده اي جواب عن كل هول لا ما هو طبيعة النظام السياسة يعني بلوبنان انت ما عندك نظام سياسة عندك معادلة خارجية الترجمة عبر الطواقف بتجعل الدولة بلوبنان متل ما اكتر المرة شركة متعددة الجنسيات فبالتالي امتا كانت دايما تصير حروب اهلية بلوبنان ما لوبنان ما عارف حرب اهلية واحدة دايما بس تختل المعادلة الخارجية طولة عنها اذا الخلل بسيط او مش كتير كبير تشوف ازمي سياسية الى اول ما الى اخر اذا الخلل اكبر تلاقي حرب اهلية وتليد تفقوا برا على معادلة ما شوي يصيروا اللبنانيين دايبين بغرام بعض وهني يال من له فيك مرأة عنزة هالفترات يعني انه مثل الطائف او الدوحة انه يعطيك فترة من الهدوء شوي اللي بيقرص صراع الدولي بالمنطقة بيلاقي انه لا هذا النظام ما عاد قادر يعطيك حتى هيدا بس كيف بتفسر انه اليوم ما احد عم بيناقش بطبيعة هذا النظام وتغيير هذا النظام يعني ليش كل يعني ليش دايما ما نفتش على تسوية باستمرارية النظام ما في قوة كبيرة تيجي تقول لا انا بدي اطرح موضوع النظام بدي ناقش موضوع النظام اه ليش ما في مشروع مضاد يعني اليوم في مشروع اللي كلنا بنحكي عنه كلوقت ليش ما في بوجه مشروع تاني هوني بتصير الازمة مش بالقوة التقليلية الازمة بي لبنان وكمان بالعالم العربي هي ازمة بين عوصائي القوى التقدمية لانه هيدا بتملك من التقدمية تقدمية الشعار بس ما عندها مشروع مشروع الحقيقي كان دايما وبظروف افضل من هلها هي النضال من اجل الالتحاق بالاقطاع السياسي يلي بتسبل له يعني رجع انت لا متلا الشي اللي بيسموه البرنامج المرحلة للحركة الوطنية بالخمش سبعين كان هيدا مجرد ستارة انشائية لتبرر انتحاقهم بكمال زملاطي وياسر عرفاء مش مشروع جدي لمعالجة ازمة النظام في ربنان وضع خطي من هيك مثلا بالممارسة شاركوا بالحرب الاهلية كانوا طرف فيها انا كنت ضد الحرب بكل اطرافها المهم الازمة هي انه ليش حزب الله لم يطور اليوم مشروع مضاد اقتصادي واجتماعي وسياسي هو يخلي السؤالي انت راح على حزب الله بس لا بأس عشي ما تقول ان بس صديق انت راب مشكلة حزب الله انه انه اكتير مصر على البقاء في هذا على ابقاء هذا النظام والبقاء فيه ليه ليه انا برأيي هذا غلط كيف عم بيستفيد نعم كيف عم بيستفيد حزب الله من هذا النظام انا برأيي على المدى الطويل ما رح يستفيد وحاليا نعم اليوم كيف عم بيستفيد حاليا ما هو كمان معلشي مشكلة تعاطي حزب الله مع هذا النظام مثل مشكلة تعاطي السوري مع هذا النظام وتلفاته كان دايما هم انه في هذه المعادلة هنم سلمين فيها امريكا سورية السعودية واحيانا امريكا السعودية اسرائيل لفترة وتلفات اسرائيل كان مثلا بهديك المرحلة قبلها يفوت حزب الله ويصير طرف بالمعادلة كانت سوريا كل المدى الأمريكان يقول لها ابري طلعي برا تقاتل بإيديا وإجريا أنه لا تترجع على المعادلة مش تتنقلب عليها خطير كتير هذا الحكيم النجوح وكيم هذا يعني مثلا انا بأعطيك انه بال82 مثلا شو صار قبل ال82 بال76 شو صار تركبت معادلة أميركية سعودية سورية توجد بأنه بيجي ليسر كيس رئيس حكومة رئيس جمهورية سليم الحص حكومة مثل ما سموها ممثلة للأطراف إلى آخرها استقرار لمدة سنتين إجا السادات بدي يروح على الأدس مسيرة السلام بينقلبوا الكتائب والأحرار وعلى الحكومة يعني هدا هن اللي ينقلبوا والأميركاني كان عن يقول للسوري يا بتمشي أو بتسكت عن الشي اللي عم بيعملوا السادات وإلا من حولك بلبنان من راعي إلى فريق ما سكت ما قدر يسكت عن الموضوع فأنت عم تقول اليوم الحزب عم يلعب نفس المعيدلي خلينا رجعت تكررت القصة بالتنين وثمانين احد أهدافها إنه يا سوريا طلعي من المعادلة الإقليمية وطلعي من المعادلة اللبنانية في إسرائيل بتعبه هذا الفراغ وقتها سوريا وبدعم الاتحاد السوفيتي تحديدا أندروبوف إنه لا ما بقبل وهيدي عملت ستة شباط بستة شباط ما إجوا إنقلبوا على المعادلة إجوا يقولون ما فيكنتش حطونا منها نفس الشي هلا إذا حزب الله أين تفات على الحكومة كان عنده قوة شعبية وسياسية كان عنده نواب أين تفات على الحكومة لأول مرة وقتين طلعت سوريا من البلد يعني إذا تعب الفراغية اللي خلى فو غياب السوري بالألفين وستة إن قبل طلع ما إلك محل بالمعادلة لا ما فيكنتش حطونا خمسة أيار قبل سبعة أيار مرة أخرى طلع من المعادلة ما فيكنتش حطونا ولا مرة فكر بمشروع الإنقلاب على المعادلة اللي بيفترض أداء مختلف بدلا ما يكون أداءه إنه هو وزبران بسيل وسليمان الفرنزية والشهيد رفيق الحريرة وسعد الحريرة هذه اللعبة الكراسي الموسيقية إنه لك يا أخي وأنا قاعد أنه يعني هيك كتير يا أخي ما عم بقلك أطلعوا من هذه اللعبة بالكامل بس ما تحسروا حالكم فيها لأنه الضمانة هي كيف نعمل وطن ودولة مش كيف نضل نلعب بهذه المتاهة طيب بكرة الأميركاني بيعمل شي بيقلك نقبر طلع برد ما بتصير عم بتناضل تتقله لا ما فيكنتش حطونا طيب إذا كنت جوات المعادلة أو براتها شو بتفرق معناه هي أزمة الناس يعني مثلا الأزمة الاجتماعية الحاصلة هيدا هيدا الأزمة مدمرة مدمرة لكل ما هو وطنة طيب شو الحلول تبعكم لألا الحلفاء عم بيقولوا والمرشحين تبعوا يعني مثلا سليمين فرنجية الكلمة الوحيدة اللي حكاها أنه نحنا بدنا موضوع التفاهم مع صندوق النقد الدولة وليا عم يا حبيبي يا حلو اللي وصلنا لهون صندوق النقد الدولة مظبوط هالكلام بس حتى الحزب عم بيقول بدوا صندوق النقد مع الشروط ما هو كلياته عم بيقول أنا بدي هذه المعادلة بس بدي ضل فيها ما فيك تشحطني منها ما بيقبل تشحطني منها بس هي المعادلة كلياتها على بعضها ما عد ممكن إذا حبيتها أكرهتها ما عد ممكن يستمر البلد فيها صرنا قدام خيارين يا بيضل لبنان يا بتضل المعادلة اتنين سوا مع بعضهم ما بيمشوا سوري بس بدي أخذ من دربك لأ بدي كفي هذا النقاش يعني بس بعد بدي استوضح شغلتان برأيك هو لأنه كوة طائفية يفضل التعاطي مع الكوة الطائفية وليس مع الكوة التقدمية وبيضل عنده الخوف من فكرة الانقلاب على النظام أو تغيير النظام لأنه الخلفية الطائفية مش للمسألة هيك أو الخلفية السياسية الخلفية أنا برأيي وأنا فايت معهم بحوارات تلك الخلفية منا إيديولوجية بس وهذا يعني أنه ما كتير بين ليموا مين قال أنه مطلوب منه يرعب كل الأدوار يعني هون المسألة مش تقصير حزب الله وأنا برأييي مخطئ بهذا أو فلان أو هذي الجهة نرجع الأزمة أزمة القوى التقدمية بالبلد هي اللي بدأت تكون رأس الحربي في القيادة نحو مشروع وطني وهون شوف مثلا أنا تبعت هالمظاهرات بالفوضى هايدي بتزدت أي شعار وليك إله سوء بدنا الدولة المدنية أولايا أولاد الها ما هاي الدولة تبعك دولة مدنية شوية دولة عسكرية هن بركة منطلقون يعني دولة علمانية فصل دين الدولة فصل المناصب ما عم برر يعني بيقدر يقولوه إجتن تلقيني هايدي نوريد دولة المدنية برموا بهالبالون وصاروا مبسطين شعار الحقيقي بدي الدولة الوطنية الناقصة بلبنان دولة وطنية دولة بتاخد خياراتها من قناعاتها سواء كانت الخيارات صح أو غلط وهون يعني إذا تشوف خيب لك تتوجه شرقا ولا تتوجه غربا خيب بدي التوجه نحو دولة بتقدر تختار سياسة الاقتصادية من دون أي إملئات من أي جهة إلا مصلحة بمسألة ما مع أوروبا بنفتح على أوروبا مع الصين بنفتح على الصين مع إيران بنفتح على إيران مع روسيا بنفتح على روسيا لماذا هذا النفس ما أخذ مدية بـ 17-20؟ مرة أخرى خلينا نسخص ما هي 17-20 حسنا لك ما لا شيء ما يواجزونها الأبرياء بـ 17-20 والأغلبية أبرياء ولكن في غياب وعي من الذي قعد لـ 17-20 وكيف؟ وبقول لك مش عم بدي على الحكمة بأثر رجعي أنا قعدت مع قوى سياسية صديقة أو إنه خيّة جايين لهون طيب ما نحن مفلسين لبنان بحالة إفلاسة من الألفين وواحد إفلاس كيف كنا عيشين كل هالمدة كانوا مثل كل المدة بيعطونا حقنا إنه ممنوع تموت وممنوع تعيش إنت بغرفة الإنائية الفائقة ممنوع تموت وممنوع تعيش أنا بقرر أنت بتموت أنا بقرر أنت بسحب هاودن طبعا أنا يعني أمريكا هاودن باريشة اللي حاطين لك ياهون أنت يضل القلب يخفو بقراءة سياسية للصراع بالمنطقة أنا قلت قربت وهنا الكلام شاهد عليه عشرات من الأصدقاء هوني وثيقة طلعناها بحركة الشعب في لقاءات مع حزب الله في لقاءات مع قوى تانى إنه حبيبي الأميركاني هلأ يحب يفرض علينا أن يدمر الليرة يحب يفجر الوضع الاجتماعي ويحط الناس قدام خيارين إنه يا حبيبي أقول لي بدك تعمل ولدك ولا بدك برودة ماذا أين ؟ ماذا أين اللي صار؟ طيب كيف نقلب القصة عليه وطرحنا رؤيتنا المشكلة ما حدا كان يصدق طيب لخي أنا كنت عم برائب قد ما بقدر حركة إخراج الأموال من لبنان من صباط لـ 2017 من صباط لـ 2017 هذه العملية ما كانت بريئة طيب مين اللي أعوها حفية مين اللي أعوها حفية بس إذا كان معهم خبر وإني أكيد كان معهم خبر وإنت عم بتأكد لهم معناتها هني كان بدون هدا شي يصير هيا سألون إيه طيب أنا برأيي ما بدون ليش فيها يعني تنقل سفارة تعمل تحرك شعبي وتنجح فيه وليش نجاح واكيم الموجود بالشارع واللي عتماس مع العالم واللي عنده مراكمة في مخص محاربة الفساد ما بيقدر يعمل تحرك وينجح بالشارع تقلقش ليه عنده قوة استقطاب هو عايش بواشنطن وما عنا قوة استقطاب ونحن عايشين بين العالم خيه هوا نشوف أول شي هن اللي وصلوا الأزمة نحن موجودين بقلب الأزمة قلتلك من إذا بدك تأسس لهذه الأزمة على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي وقت اللي نجاب رفيق الحريرة هو ما كان صاحب مشروع كانوا محملينه مشروع صرنا بوضع إفلاس بالألفين وواحد ماشي هن متحكمين باللعبة لأنه في عندك الدولة العظيمة ما أكبر راس بإيدهم القطاع المالي اللي هو الدولة العميقة في لبنان بإيدهم برحظة ما أفجروا للأزمة كانوا مهيئين عدة الشغل الأعلام أنا ما عندي تلفزيون وأنتوا بتشتغلوا بالأعلام شو بتكلف قصة الأعلام بالتكوادر وبدأ فلوس حتى الأعلام على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح بده بالأعلام كانوا هني المسيطرين وأنا بعرف كيف اندفعت فلوس بالأعلام وبالتالي بالأعلام ما خلي الناس يمشوا ورا واضح الصادق مش ورا نجاح واكيم ما شمعني شو إيه شغلة هنا إذو قلتلك الناس أبرياء موجوعين عم بيصرخوا إذو حطوا على رأس الناس مجموعة من الممتهنين أو المحترفين كان الشارع بهالحالي من النقمة زد قدمه أي شعاري بيلحقه ما هي؟ في حالة غضب سموها ثورة هي ليس ثورة هي حالة غضب توفر كانوا موفرين كادر أنا بعرف بعضهم يعني ما بيصول واحد منهم نقلة هيقون ولبسون وظبطون وإلى آخره وصاروا ياي هولي ستارس هني كانوا متفرغين لقيادة الناس طيب أنا اللي عندي بالحركة بحركة الشعب اللي بيجي من شغله بكير بيطلع الساعة ستة عشرية أنا ما عندي متفرغين يعني عندهم متفرغين فهني كان عندهم الإمكانات هل كيفية نحن نعمل شيء؟ أي كيفية نعمل شيء؟ لو كانت القوى بين عوصائنا التقدمية متفقى على كيفية مواجهة هذه اللعبة ولكن القوى التقدمية بلما تتفق على المواجهة من أجل الوطنة صار كتار منهم همهم أنه لخيية شو فيها إذا كنت يساري وبالسفارة الأميركية شو عليا؟ تحت شعار الديمقراطية صاروا ديمقراطيين انتبهت؟ من هيك صرت تلاحظ أسماء يفترض أنها يسارية خيية يسارية وبالسفارة الأميركية أقول لي كيف؟ أقول لي كيف أنت كتير يسارة بتلتقي مع شو اسمها هايدي؟ الكتلة الوطنية المستنسخة وما بتلتقي مع حركة الشعب ليه؟ بركة لأن الكتلة يعني شوي مرنة بحركة الشعب نجاح واكيم كتير بوف المسألة بالسياسة هايدي ما ما إلى مكان بالسياسة المسألة مش مسألة أمزجي بستلطفك أو ما بستلطفك في مشروع يجمعنا ايه أو لا؟ يمكن ما بروح بالعب لأطاولي أنا وياك إذا ما كنا منستلطف بعضنا ما بروح أنا وياك رحلة تصاير بس وقت اللي بتجي على السياسة بتصير القصة هل في عنا نفس المشروع منحل ما بعضنا منش تتغل حضرتك لفترة طويلة انتقذت السياسات المالية الحريرية من الأول كنت شايف أننا حتوصلنا لهوني وشو كنا فينا نعمل تناتفيدا نعم؟ وشو كنا فينا نعمل تناتفيدا الواقع اللي صننا له من خلال هذه السياسات المالية الحريرية خيط إليك شو كنا المسألة ماك بتداعب قرية لك إذا أنت بتطلع ألف دولار بالشهر وبيك مورتك دكان محل جارة إلى آخرها بدل ما أنه بهالمصريات تطور شغلك يعني تنمي قطاع الإنتاج بتروع على الكازين وبتلعب أمار أول شهر بيطال بيطير الرأس مالي التشغيلة تاني شهر بيطير المعمل أو الدكان تالت شهر رابع شهر بيطل في عندك هالبيت اللي قاعد فيه بتقوم تفقع وبايعه أمر طبيعي بتطلع ألف دولار وبتصرف عشر تلاف بدك كتير ذكا تقلك بدك تفلس بتعطي شو اللي صار من أول يوم وصدقا ما بدك كتير ذكا كان بس خير ما بدي أعمل زلمتكم ما بدي أفسد مبسوط بحالي هاي همي بدني مش سيصير عندي فيلا همي بدني إنه ولا يوم ابني يقدري حدا يعيروا فيي بقدر بفهم إنه كل الناس تقول إنه يسبولي بس ما حدا يقدر يقول عني حرامة من أول يوم رأى خطة النهوض الاقتصادي اللي إجا فيها رفيق الحريري رأى أنت مصدر يكون واحد اقتصادي لخيي هاي بتوصل للإفلاس إذا كنت ببلد بيفلس البلد إذا كنت بشركة بتفلس الشركة إذا كنت بيقى النجاج بيروح النجاج واضحة فأمر طبيعي كنت عم بقاوم هذه السياسة هل إنه هايك بالصدفة زبطت معي إنه في قاعد ضرب إجا بالهدف كان واضح من أول يوم أول شيء إنه وقت اللي بتجي بترفع الفوائد على سندات الخزينة للعشرين والثلاثين بالمية طيب إذا أنت عند الصناعة بيكون أقصى طموع عندك إنه اللي بتكون عم تربح إذا عملت ربح بنسبة عشرة بالمية بيروح منهم معاوكر إلى آخره بيظل في عندك خمسة ستة بالمية بتروح بتقترب من بنك من ضد الاقتراض بس أنت عم بتنتج أكتر من تراكم الدين طيب وقت اللي بفترة أربع سنين يقفل ثمانين بالمية أو سبعين بالمية من المعامل اللبنانية بتسكر أبوابها وأصحابها بيتحوروا لشغلتين يلي بياخد هالقرشين اللي بقيوا وبيحمل حالوا بفل أو صار مثلا معمل ألبسة بدل ما يشغل ويشغل عيال بيروح على كوريا أو تايوان أو إيطاليا بيستورد بيجيب استوكات وبيتحول من صناعي إلى تاجر يعني تدمير خطاعات الإنتاج صح أما لا تدمير ممنهج تدمير ممنهج طبعا الخطة ما كانت غلط بالخيارات هيدا كله عملوا رفيق الحريري أو رفيق الحريري ونبيه بري وليش صوت نجاح وكيم كان عالي على رفيق الحريري وليش على رفيق الحريري ونبيه بري هيدا كان بده سلطة تشريعية تشريع محلي شوي سمحلي شوي دايما أنا ما تركت واحد وإذا أرجع بس أطلع بكتابي لأيدي السور على الغلاف بتلاقيهم كلهم بس بكل المرحلة في حدا قائد مشروع التدمير بأيام أمين الجميل عمين كد شب كد عليهم كلهم بس بالدرجة الأولى أمين الجميل كان هو القائد وقتا قال نجاح وكيم ضد المسيحيين بأيام رفيق الحريري ضدهم كلهم كان بس كان اللي حامل المشروع الخطير اللي محملينه ياما برا وهبطوه على البلد نزلوه على البلد بيقفي على أساس فعل خير وأنا بكراونه اللي فعليه الخير كراون مثل مين؟ بما في ذلك مخزومة فعل خير بيروتي كبير أوه بعد هذا في أسفل من هاك حياة سياسية شوف وينصرنا مهم لا مش مظبوط أنا كنت إنه الحريري وبس كنت عم بقولي لعن أبوكم كلكم سوا هني كانوا بيعرفوا قد ما أنا بعرفوا أكتر بكتير بس هني كانوا شركة بالوليمة أنا رفعت شركة بالوليمة بس هالأدة بس هالأدة بسيطة أستاذ نجاح لما تقول أنا عربي أنا عربي بذكرنا كتير بعبد الناصر مين الشخصية الأقرب إلى عبد الناصر من حيث القيادة؟ هلأ باللي أنا عرفتهم يمكن الأقرب هو الرئيس أحمد بن بيلا وكانت تربطني فيه علاقة كتير كبيرة أوكي أي دور أقليمي للجزائر اليوم في هذا المشهد يعني شفناي عم جالب تلعب دور بموضوع سوريا عم جالب تلعب دور دايما شعبي كتير كبير بموضوع المقاومة الفلسطينية أو فلسطين الجزائر الجزائر إلى ثقل خاصة من منطقة المغرب العربي ولكن تأثيرها هو دون تأثير مصر الدور اللي المفروض تلعبه مصر ما حدا بيقدر يعبيه ويمكن تستغرب إذا قلتلك إنه بالأخطار العربية لك في عندك أربع بلدان عربية ممكن يقودوا مرحلة مهضة هنا مصر، سوريا، العراق، الجزائر وخمس بلدان عربية بيقودوا مرحلة انحطاب هنا مصر، سوريا، العراق، الجزائر والسعودية بس مصر، ما حدا بيملأ الفراغ ياللي بتخلفه اللي أقدر، ومش بالإمكانات المالية، هي سورية وهون عم بيحكي مش عن النظام، عم بيحكي عن سوريا، من هيك مثلا الأزمة السورية ياللي شفناها بهالعشر واثناشر سنة، ما كانت عم تستهدف النظام، كانت عم تستهدف النظام، وجود سوريا، ومن هون أنا كنت ضد الهجوم على سوريا قدين احنا اليوم بعد عن نهضة العربية مثل ما شفنها بالخمسينات والستينات؟ هاي دي مسألة صعب تقديرة، السبب، أول شي، متل ما قلتلك، الثورة التغيير بدي تتمهد له نخبة، وهذه النخبة مش بالضرورة السياسية أو مش سياسية وبس، بالفكر، بالثقافة، الأدب الشعر، الموسيقى، يعني بلا تخلق وعي جديد عند الناس، إلى الآن هذه النخبة موجود أفراد، أفراد، ولكن لم تتجمع في إطار وهذا ما نحاوله من خلال الجبهة العربية التقدمية، ولكن بعد دور النخبة في قيادة هذه العملية دور هزيل جداً، ليش؟ حدة أسباب، ما بدي أخلق للأعذار، أول شي بتحمل المسؤولية، إنه هذه النخبة كثيرة مع عكرة، يعني فيها كثير، ما في صفاء؟ ما في تعبير سيء، فيها كثير طفايليات، من هيك إذا تلاحظ بهؤل المقدمين حاولوا النخبة العربية، والعمي أميين، متسلقين أصدق، يعني، متسلقين على عقل سلفة، يعني بيقولون بخاطب جماهير لم تعد قائمة إلا بوعي الماضي، بس، يعني بخاطب مجتمع مش موجود بقى، يعني بيقول لك شي، مثلاً العولمي في هذا الطور، هلا، قامشي دراسة من أي حزب تقدمة عربية عن أثر هذه العولمة على بنية مجتمعاتنا، بنية الاجتماعية، يعني، شو يعني، طبعاً هذه مش بس ببلداننا، حتى بالبلدان الرئاسمالية التقدمية، الرئاسمالية في هذا الطور، بالتزاوج مع التقدم التقني خاصة في موضوع الزكاة الاصطناعية، صار مقدرات العالم بيقيد فئة واحد بالمية، لا تزاوج الواحد بالمية، هلا مسيطرة على كل شي، بمجتمعاتنا نحن كمان مجتمع الواحد بالمية، يعني الشي اللي صار إذا بناك تاخد لبنان نموذجاً، في واحد بالمية، هن الدولة في لبنان، هن كل شي في لبنان، هادي شو كان أثارها على المجتمع، إفقار، تشغيل، تشويه وعي، إلى آخره إلى آخر، فإذا في هذه المعضلة، طيب، ومثل ما بلشنا، بلشنا، إنه خيّة تقدر إيا حركة تقدمية، توصف الدواء، بأن تكون من أهل حالك، تتعرف شخص المرأ، وقت اللي ما بيطلع دراسة واحدة، بتقدر تقرأ فيها سطرين، إلا ما بتكزز نفسك، مضبوط هالكلام، يعني الخطاب طبع الحركة التقدمية العربية، بشكل غالب، بيسوى تقولوا بالعشرينات، وبيسوى تقولوا بالثلاثينات، وبالسبعينات، يعني، انتبهوا شوي، إذا بتسمعهم، إذا شمرة بتحضر هايك مهرجاناتهم، مرافعات بلاغية، وللعالم، ما أنه محكمة تتحل قصتك فيه بالبلاغة، العالم ميدان صراع، بدك تدرك قوانين الصراع تقدر تفوت فيه، نحنا عنا كل المسائل بتنحل عبر الحنجرة، هايك؟ طيب، قبل ما نروح لأسئلة سريعة، بس قلت شيء أنه أنت موقفك مع الدولة السورية، كان خاصوا بدور سوريا ومكانة سوريا، ليش ولا مرة بتحصوا بحساب بتحصوا بحساب مطاعتك الشخصية؟ يعني أنت اليوم زعلت كل خصوم سوريا بالساحة الداخلية، صاروا يعيبوا عليك أنه أنت مع سوريا بتلك المرحلة السابقة، وبنفس الوقت سوريا ما بتشاف لك إيها، كمان قبل شويك تعم تحكي عن وضعك، مش عن وضعك المالي، أنه عن استقلاليتك بهذا المحل، بس أنه آخر النهار مطلوب أن المواطنين يعملوا هذا الترفع، بيكون ما عندهم حساب، بيخلصوا حياتهم بـ 77 سنة، بيكون ما بعرف إذا عنده بات نجاح واكيم أو ما عنده بات، يعني هذا لازم نطلبه من كل المواطنين؟ لا، هذا بيكون مطلوب من اللي بيحاول يكون عنده مشروع للتحرر الوطني، أنا أقول لك، طبعا مع الفارق العائل، أنا إنسان معتر متواضح، جمال عبد الناصر، شو بيته؟ شو ثاربته؟ شو ترك؟ شو كان معه؟ مضبوط أنه توفى وكانت عنده دين؟ كان على يدين حوالي 2000، 2000 وشوي جينية مصرية، كيف فينا نطلع اللبنانة من الزبائنية، من الحاجة للسلطة، من هذه الزهنية؟ لا يكتلك شيء، فينا نطلعه؟ أول شيء الناس، وأنا بتعاطى مع الناس، يعني مثلاً، بيقولوا لي، ما ما عرفت إذا صحيح، أنه أنت منحبك، وأنت قدمي بس، أنه كأنه كفية تلبس، هي أنه خية، أنت منك تأكل قتلة، نحن نحبك، ولكنها لا أريد أن أكون قتلة معنا، ماشي، حل هالقصة بيكون، وقت اللي هود الناس اليأسين، واليأس اللي عم بيخدهم لانتهازي وسفالي، ووقت اللي بيتشكل كتلة، تقول مشروع، بتقني عن الناس، إنه إذا حاربت معي، إذا لم تنتجي بعد عشر سنة، بعد عشرين سنة، إذا أنت شخصياً ما استفدت، أولادك بيستفيدوا، ساعتها بتقاتل، حاطت كل التغييرين بيسلي وحدة، ولا شايف بعضهم ممكن يقدم نموذج نيابة من هذا النوع؟ من نيابة هؤلاء بالموجودين؟ بهلاء الأحضاش اللي طلعوا، التغييريين، شايفهم كلهم نفس الشي، ولا في نمازج مختلفة؟ بتعرف إنه أغربيتهم ما بعرف أسماءهم؟ ليش عدم الاهتمام؟ عدم الاهتمام ولا هني ملمعهم؟ سمعني، في شي واحد قال كلمة مهمة؟ ما ما تشوف إنه إبراهيم نيمني بموضوع المصارف، موضوع هاك، عنده عشر بالمية، عشرين بالمية من نجاح واكين في لحظة ما؟ أنا عم بحكي ع حدا بيروت، خيل مسألي، ما شو بيرك؟ بالدرجة الأولى، خياراتك الأساسية شو هي؟ أوك، نعم؟ نرى الخيارات السياسية؟ بالدرجة الأولى، مغفاك من النظام السياسي، يلي هو أساس كل العالم، مغفاك من الخيارات الاقتصادية اللي وصلت البلد لهون، اللي هون شو مغفاك؟ مش إنه جانعلية معه حق، ولا ما معه حق، يعني المسألة ما بتتاخذ بالانفرق، بتتاخذ، ومش بالمسائل العرضية، بالمسائل الأساسية، يعني على سبيل المثال، هون، ما هو لي كمان إنه السلاح لازم يكون في يد الدولة، مضبوط، بس إذا صارت وعمل لي دولة، في دولة؟ هل اليوم الوضع بلبنان مميثل للوضع قبل اندلاع الحرب الأهلية؟ آه، تمام، نحن اليوم بالمناخات المطروحة والشعارات المطروحة، وما يهيئ نحن بمطلع الخبش السبعين، في 75 كان في كتير ناس جاهزين ومستعدين يمولوا ويجهزوا ويعملوا، اليوم برأيك مين ومين معقول يقاتل؟ يعني مين بدون ينزل على الشارع؟ كتار اللي ينزلوا على الشارع، بشو؟ في سلاح؟ بالمئة دولار، ترجعوا وينزلوا على الشارع؟ بالخمس سبعين، كنت تجيب المقاتل المناضل بخمسمائة دولار، اليوم صار بمية؟ هلأ بمية، الواحد تبعتوا يقتل بيو بيقتل بيو، بيقتل بيو، تضبط، وبتقل لي السلاح، بلا كذب، ما حدا ما عنده سلاح، ما حدا منهم ما عنده سلاح، ما حدا، كيف بنتجنب الحرب الأهلية؟ بأنه بهيدي التركيبين حراحين على حرب أهلية، هون لازم القوى الوطنية، وهذا عم نحاولوا على صعيد الجبر الوطنية قريباً رح يكون في منطقة سياسية كبيرة، الغرق منه مجابهة الحرب الأهلية، مش الاستفاف هون أو هون أو هون فيها، كيف بنجابهة الحرب الأهلية؟ عندي سؤالين عن جبهة الوطنية، واحد لهم عندكم نايب، فيها نايب جبهة الوطنية، رئيس بديد صيد السابق، لا، كان معنا بفترة، صديق، كيف تفسر أو كيف تشرح عدم وجود أسامة سعد ضمن هذه الجبهة الوطنية؟ سألوا، أنت صديق لفترة طويلة كتير، وإيمان، كنا، أنا كنت صديق، أنا ومصطفى، والله يرحمه، وأنا ومعروف، بيه، ماذا يغير الناس الذين لديهم مشروع؟ هذا مفروض مشروع سياسي، كيف؟ كيف يترب جوبك لو أني أنا بتغير؟ هل صندوق النقد الدولي هو الخيار الوحيد؟ أول ما بلشت الأزمة، نحنا طرحنا حل، مخترعنا البروت، مغيرنا عمله، بحط أيدي على هاودي النصابين لو كان في عندك شبه دولة، والأخي ما بدي حطهم بالحبوسي بالأول، ممنوع أنت بتسافر، وحج على كل أملكهم في الداخل والخارج، وببلغ كدولة لبنانية، المصارف الأجنبية، كل التحولات اللي راحت من لبنان، هادي ملك الدولة اللبنانية، وممنوع تتصرفوا فيها، أو تخلوا أصحابها يتصرفوا فيها. ليه بي رأيك هادي الدولة، وبكل مؤسساتها وقوتها، بتخاف من سوق برخوصة، وكل مرة بتعمل مشاكل مدرق الدائق، قبل ما تعطيكم ترخيص السوق، شو هو سوق برخوصة، وليش كل مرة نعمل هذه المعركة، مشان واحد يعمل السوق؟ أول شي بلاك ترجع، شو هي سوليدار، سوليدار هيدي شوية، حديث يا طول، عملية نهب فضيعة، مش بس سرقة، سرقة ملغومة، هل حدا بيعرف أنه بنك لومي وبنك عهاب وعليم الإسرائيليين، مكتتبين بعدد، ما بعرف إديش، من الأسهم سوليدار؟ سمعت بحياتك أنه عاصمة تنبيع أسهم بالبورصة العالمية، سمعت فيها شي؟ إلا عن نظر، نزلوا، طلعت فكرة، أول شي، أنه هالناس يبيعوا إنتاجهم بدون وسيط، بيجوا بحطوا، وأنتوا عم تلاحظوا، كانوا أنيقين ومرتبين ومضايفية، كان بس يخلصوا، ممنوع واحد منهم يرجع على بيته قبل ما ينطفوا للآخر، كان مظهر خضارة، رائع، كان يستفيد منه مئات العائلات، شبابنا ما بيأخذوا قرش من حدا، يلي عنده نحل بالبقاء الغربي يجيبيعون هون، المرأة اللي شيغلي تطريز وما بعرف شو تزيل بيعون هون، الآخر، ممنوع، طبعاً بيجيبوا كلهم خافز، أتفهم من الثاني، من هداك اللي كان شو اسمه، حقه كان نجلة، لهذا كمان نفس الشي، رخيب أي حق بتمنع انت، بملك عام، واحد طالب رخصة، ده شو يعمل؟ عم بيعمل سوق شعبي، عم بيقدم فيه نموذج مرتب، عم بيفيد فيه ناس، انت لاش تمنعه، كيف تمنعه؟ من عينون، لأنه سوليدار، ما بتقبل، جماعتنا حطوا انه هاي دي اسم البلد، ما اسمه سوليدار، ايه ممنوع، وكل مرة يعني بيقولولي، أوقات بيقول لهم جيبهون، أوقات بيقول يا عمي، الناس ببلادنا تعباني من المشاكل، ما بدنا ننزل، نتسبب مشكل تحت، بس حدا يقول لي ليش عم بيمنعهون، انت تعبت من المشاكل؟ لك في مشاكل، بتضل انتو عم بتخوضها، كتير ما جنوا عندك همه، في مشاكل، القرف بيعمل تعب، فيه قرف، قرف، تتعدد التوايف والأديان، والقوميات بكتير من الدول، وبيضل فيه لهيد الدول دولة، دولة، هل يبنين استثناء؟ ايه؟ السبب الوحيد، لأنه ما في دولة، يعني ببلاد العالم، نحن وقت لكنا صغار، كانوا يفقعونا الكذبة، انه الصيغة الحضارية، أنا كنت أذكر انه ما في بلد بالعالم، إلا من دين واحد من دقة واحدة، طيب وقت كبرنا، في بلدان، عايشة بإمانة الله، قوميات، أعراق، الأخار، متعددة، شو اللي ما عايشت الدنيا بسلام؟ في دولة بتتعامل معك، انت كمواطن، مهم لك تروح تصلي، صفل، بس وقت اللي بتتعاطى، مع جيرانك، وتتعاطى بالسياسي، بتتعاطى كمواطن، في حدا سمعتوا بحياتكم بالبلد، الصوت الشيعي، الصوت الماروني، الصوت الدرزي، الصوت الارتودوكسي، شو هي نقول له؟ فإذا بهاي البلدان في دولة، في دستور، في قانون، بيتعاملوا معك كمواطن، فبتتعامل إنت، مع هذه المؤسسة كدولة، نحن عندنا ما بيتعاملوا معك كمواطن، ولكن شو نحن بحاجة ننبلي دولة، ما هي مكونات لبناء دولة؟ إنك بالدرجة الأولى، يعني تماماً نطول، بنظام طائفي ما بتبني دولة، بدك تبلش من إلغاء الطائفية، بدك تبلش من إلغاء الطائفية، بتكون، نحطي، اللبني الأولى، ببناء صرح الدولة، ما هي طائفية؟ أنا زالي مبرو على البربارة، طبعاً فيه كنيستين حد بعضهم، فيه كنيسة عتيقة، أو كنيسة جديدة لبضط عمي، الكنيسة العتيقة بتعني لي، إنه كحنين، مش كعصبية، نعم، إنه يكون فيه، شين بنطوي، مثلاً الأرمن، خي أضافه لإلنا، أنا بحب إنه الأرمن يحافظ على ثقافته وتراثه، لأنه عم بيغني فيها ثقافتي وتراثه، هيك الناس بتتفاعل، بس الطائفية نحنا عنا هون، هي شكل مقيت من أشكالها الأنصرية، هي تعصم للداخل، داخل القوقعة، وبالتالي هي استعداء عداء لكل الآخر، كيف بدك تعيش مع هذا الآخر، وأنت على طول ليلة النهارة، تحرد عليه، ما عادي، حتى من المتحرد، حتى أنت وسيكن، ماعتبره عدو، كيف لك تقدر تعيش؟ نجاح واكيم، شكراً لوجودك معنا بـ شكراً للكون، شكراً كثير، شكراً، شكراً للمشاهدة، شكراً لكم، شكراً للمشاهدة، اشتركوا في القناة،